نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقوافل الطبية أعمالها على مدار يومين حيث تم عمل الكشف الطبي والفحوصات المجانية للمواطنين بمدينة الفرفرة بمحافظة الواد الجديد بقريتي أبو الهول والكفاح ووقعت القافلة الطبية الكشف الطبي على المواطنين بكنيسة مارمينة وسيدة العذراء حيث ضمت القافلة تخصصات طبية في الأطفال والرمض والعظام والجلدية والباطنة قوافل الطبية عندنا متنوعة ومنها الجزء الخاص بالمجتمع المدني عندنا حاليا في مركز الفرفرة بيتم تنفيذ قافلة علاجية بتقوم بيها مؤسسة رعي مصر للتنمية ودي بالتنسيق بين وزارة الصحة والمحافظة والمؤسسة كنوع من أنواع أنشطة المجتمع المدني هي مبارح نفذت عندنا في قرية أبو الهول في كنيسة العذراء مريم والنهاردة بتنفذ قافلة استكمال القافلة في قرية أبو نص أو النهضة في كنيسة مارمينة القافلة بتضم بعض التخصصات مثل الأطفال والباطنة والعظام والنساء والجلدية والرمض والقافلة مجانية بتقوم بتوقيع كشف الطبي وتوزيع العلاج وعمل أي فحوصات مطلوبة بالإضافة إلى عمل نظارات للمواطنين اللي محتاجين نظارات لو عندهم أي مشكلة في البصر